ارتفاع الأقصاط وأسعار الكتب والزي المدرسي شكوى متكررة لأولياء أمور طلبة يدرسون في بعض المدارس الخاصة وتتزامن هذه الشكاوى مع قضية أخرى ظهرت بسبب كورونا وتتعلق بآلية التعليم عن بعد وعدم شمولها لبعض المواد الدراسية جديد وأطرافه ليسوا مهيئين له التفاعلية بين الطالب والمدرس غير حاضرة لكن المرحلة أجبرتهم على التعامل معها هكذا يقول البعض أعتقد أن هذا كان مهيئ لكن أنا أعتقد أنه تجاوزنا الحد الأدنى في الموضوع بالنسبة للأبناء وبالنسبة للجامعات والمدارس يعني لبوا الحد الأدنى عرفت عليه وهذا كان في ظل وضع مفاجئ زي هيك كان مقبول بالنسبة لنا كتعليم مفاجئ بهذه الطريقة عام دراسي متوتر والفترة الحالية أكثر صعوبة تقول والدة هاتين الطالبتين إن قرار عزم بعض المدارس الخاصة مؤخرا رفع الأقصاط والكتب والزي المدرسي ليس مبررا لا يوجد أي مبرر لرفعة الأقصاط العام المقبل لأنه أول شيء البلد كلها في وضع اقتصادي صعب أغلب الناس سكرت محلاتها وظيفها يأخذ راتب راتب وصري وصلوا كثير قليل هذه السنة سفت زادت عليه الالتزامات يعني إحنا أصلا كأهالي عم بنطالب المدارس إنها تعمل خصم على الفصل الماضي اللي يصاب فيه التعليم عن بعد لأنه أنت بتدفع بدل الخدمة هذه الخدمة ما وصلتك هؤلاء الطلبة تقول والدتهم إن تعلمهم من المنزل لم يكن بذات القيمة التعليمية المباشرة وإن إبلاغهم رفع أقصاط الفصل الدراسي القادم ذريعة لا يمكن تقبلها إحنا الأقصاط منهكتنا قبل موضوع الكورونا يعني الكورونا هي جائحة نالت المدارس ونالت الأهالي يعني ما تيجي تحكي لي بعد هذه الجائحة يعني إحنا بكفي السنة اللي فاتت ما استفدنا منها إيش دفعنا القصد كامل وطلاب داوموا في البيت تيجي تحكي لي السنة جاي منها نرفع الأقصاط يعني هذا لا طبعا بتلقى الخبر هذا جدا باستياء تحت أي بند يقول مراد والد ثلاثة طلبة في إحدى المدارس الخاصة متسائلا عن جودة تلقي أبنائه تعلمهم من المنزل فهو متخوف كغيره من أولياء الأمور عن غموض شكل العام الدراسي القادم رغم الإعلان عن موعد بدئه مطلع أيلولا وبشكل مباشر من قبل وزارة التربية والتعليم شو البند أو السند القانوني أو القرار أو الشغلة اللي بدوا يشغلون لها اللي من خلالها قرروا بدوا يرفعوا الأسعار ولكن على النقيض من ذلك في بعض المدارس التزمت سواء بطريقة شفوية أو بطريقة غير مباشرة بالبقاء على الأقل أن الأسعار ما ترتفع للعام القادم بعرفش عن أسعار الكتب أو زي المدرسة هي هاي بتكون عمليا متغيرا زودتوها حملة أنشأها ذو طلبة وناشطون اجتماعيون لمجابهة أي قرارات لرفع الأقصاط والكتب وزي المدرسي في المدارس الخاصة نطالب المدارس الخاصة بالاستماع لهذه الشكاوي بتطبيق مبادئ التكافل والتعاون والاستماع للرأي المخالف لأنه بالأهالي بالآخر بيطالبوا بالحقوق أنا أتمنى من المدارس الخاصة يقدمهم المودل أو النموذج لأبنائهم الطلبة وأبنائنا بتطبيق هذه التكافل ويتوقفوا عن تهديد الأهالي اللي عم بتحركوا ويطالبوا بحقوقهم بأنهم سيخسروا مقعدهم الدراسية شكرا